السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 14 نيسان إبريل القمر اليوم استقر في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان يعني لغاية الساعة 2.24 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5.33 دقيقة من مساء يوم الأحد بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر بما أنه موجود في برج السرطان اليوم معناته خلال هذا اليوم نشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط من حاول خلق جو من الأمان لأنفسنا أحبانا أطفالنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة إلى المزيد من الاهتمام لأكلنا وشربنا ومراقبتهم بشكل جيد لأنه بالفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو برضو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثلاثة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب بأرانا وبتكون عنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين كثير دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية راح تكون الساعة 9 و46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نسكت إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي نحاول أن نراجع طبيبنا إذا شعرنا هيكي ببعض الأوجاع أو التواعكات فما نستهين بالأمر طبعا عمليات جراحية لهذه الأعضاء إذا كانت كبرى ما بنصح فيها ممكن تنظير أو أشعة أو فحصات إلا إذا كانت اضطرارية باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لأن هذا اليوم مناسب لإجراء العمليات الجراحية مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 11 و22 دقيقة من مساء يوم الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة 2 و24 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 6 أيام في تمام الساعة 7 و21 دقيقة صباحا بصير 7 أيام نسبة الإضاءة 41% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة 60% القمر في السرطان حتى يوم 16 أربعة منتحس الآن بنسبة 40% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% ساعة الظهر سعيد بنسبة 45% ساعة العصر سعيد بنسبة 15% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 30% عطارد اللي في الحمل اللي بيتراجع ورغم تراجعه إلا أنه اليوم ببدأ بدرجة غريبة جدا أو غريبة شوي وهي منسميها درجة الخداع طبعا هو رح يضل يتراجع ليوم 25 أربعة المفاجأة أنه اليوم عطارد سعيد بنسبة 30% ولكن بتكون تحضروا من المخادعة يعني يغرر فيكم بخطوات وتكون فخ بالنسبة للزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% وأرى نصف الثورة حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم تنهمكم في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم مش إنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حذروا التصرف العدائي حاولوا إنكم تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي أو ممكن تسمعوا عتاب أو لوم بسبب إهمالكم أو بعض الكلام الجارح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات اليوم كونوا أكثر صبرا على الطرقات يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان بإمكانكم كنت عبروا عن أراءكم ولكن بهدوء دون إثارة العدوات والتحفظات وما تتركوا مجال للغموض باستطاعتكم مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتكم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم مش إنه تخففوا من النفقات ممكن يتناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن يتحصل على التسوي اللي بتحلم فيها وبتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش إنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة تحمل لك هاي الفترة نوع من أنواع التقدم والأخبار الجيدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية وتعتبر فترة مميزة ومن أجمل أيام الشهر بالنسبة لموليد برج الأسد بسيطر التعب عليكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة رغم يعني ربما بتحملك بعض الخسائر أو الفشل أو المرض خلال هاي الفترة فبدك تكون منتبه وبتفشل أعمالك في حصد النجاح وبيخيب أمالك لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة لا تعول على هاي الفترة بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن نبغو انتقاد أي شخص ما بناسبكم العمل يعني مع أشخاص ما بتثقوا فيهم بناسبكم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل انتبه حاجة إلى نوع من أنواع التحالف ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لا إلك وتحصد على تأييد أو تشارك في ورشة عمل أو مناسبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين خلال هذا اليوم وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم ويعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ومكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك أهمش أنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجع رغم أنه في بعض القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش وأجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهمش أنك ما تقف ساكن وتحرك لأنه اليوم في كثير من المزايا على المستوى العاطفي والعملي والعلمي أيضا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه اليوم في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولا إعادة بعض الأمور لنصابها وحاذر مخالفة القوانين والتعليمات وما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم تعالج موضوع مالي أو إداري أو بنكي مثلا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي وحاول أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل حاذروا من أي تراجع صحي طبعا حاول أنك تغير من أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل الأهم انتبه لبعض التقلبات الصحية رغم أنه ممكن يكون الاهتمام بصحة أحد أفراد العائلة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم واليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة للتسوية كذلك للتعارف والارتباط والحب بتنشطوا نشاطات متنوعة وثقتكم بأنفسكم عالية وقدرتكم على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا تعتبر فترة إيجابية دعمل إلك بقوة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر